يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مغيم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب العمل بالآيات اعمل اليوم خيرا من إطعام جائع أو مساعدة محتاج أو أي خير فسوف تجده حاضرا أمام عينيك ابحث في القرآن عن ثلاثة من الأسباب الموجبة لمحبة الله ثم اجتهد في تطبيقها لتنال محبة الله تعالى أعذ نفسك وذريتك وأهلك بالله من الشيطان الرجيم التوجيهات ابتعد عن السيئات وأماكنها قبل أن تتمنى ذلك ولا تستطيعه اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة هو الطريق الوحيد لنيل محبة الله تعالى من الفطرة أن الذكر غير الأنثى فما كلف الله به الرجل من أعباء فهو متناسق مع طبيعة خلقته وكذلك المرأة ترجمة نانسي قنقر